ويمكن دكتور أسامة يفتكرها ان احنا كنا بنتكلم لو احنا عايزين نتعامل مع القطاع بخيارات جيدة اللي هي منها ان انت لو عايز تخلي الفلسطيني يعيشوا في القطاع بدون مشاكل في مشروعات كتيرة في ده منها توسع القطاع على سبيل المثال انك انت توسع القطاع وتردمه هتقول لي لا ده محتاج اموال وكذا لأوروبين كانوا هيعملوا ده لكن جزء مما جرى كانت فيه افكار خلاقة بمعنى ان احنا القطاع يعيد تأهيله بصورة كبيرة دخلت حماس على الخط انقلاب حماس على السلطة ادى فرصة للجانب الاسرائيلي للتكريس ياس الانقسام حتى اللحظة دي اللي بنتكلم فيها انا وحضرتك ودكتور أسامة تكريس ياس الانقسام لنا بتعامل مع غزة مش السلطة ويمكن حالة التحافظات اللي أبدأتها السلطة الفلسطينية خلال 48 ساعة جزء منها مرتبط بده انت بتناقش مع حماس بتناقش مع الجهاد احنا فين الوافد جاي بتحفتها خلال ساعات عندك تطورات حصلة سريعة جزء منها هو تكريس السلطة الانفصال احنا بطبيعة الحال عندنا الصورة الشاملة او المقربة الشاملة اللي مصر بتتكلم فيها انت امام عدة سيناريوهات الادارة المباشرة للقطاع احنا موجودين بصورة او باخرى مصر يعني الناس بتتكلم ان مصر تبقى طرف وتدير وكذا مصر موجودة في كل الاحوال السيناريو الاول هو سيناريو هنا عشان دي بس الفرصة لدكتور اسامة حبيب الغالي جزء من السيناريو الاولاني هو السمرار للمشهد بهذه الصورة الاطول مدة معينة امام هذه الحكومة مع مراعاة ان الحكومة مكوناتها تتغير بطبيعة الحال القضاء مش نتنياهو بالمناسبة يعني حديث عن انتنياهو هيوحاكم وشعر ده كلام يعني عادي كنت بتكلم فيه انه جزء من ده مكونات الاتلاف هتتغير